زاملنا فاروق صلاح من الامارات علشان يطمننا عن حال الفريق فاروق اولا طبعا طمننا على حال الفريق النهاردة وقل لنا ايه الاخبار نعارف ان انت طبعا كنت طول النهار النهاردة متواجد في كل برامج القناة النهاردة ولكن طمننا ايه الاخبار دلوقتي وصلنا لحد فين طبعا برحب بيك كابن اسلام كل التحية لك وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناتنا دلالي في كل مكان اليوم الاول تدريبات لنادي الاهلي طبعا النهاردة كان على ملعب خليفة بن زايد في ملعب نادي العين الاماراتي لكن خليني اخد مع حضرتك اليوم من البداية اللي كان ابتدى في تمام الساعة 11 صباحا بتناول وجبة الافطار ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية ظهرا ثم المحاضرة الفنية المستر مارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي كانت في تمام الساعة الخامسة ثم التحرك الى ملعب خليفة بن زايد اللي بيبعد عن مقر إقامة النادي أهلي بخمستاشر دي وخلينا نأكد على العمق العلاقة اللي بتجمع مبهين النادي الأهلي والشعب الإماراتي والأنديال الإماراتية وأيضا بالتحديد نادي العين الإماراتي اللي النهاردة استقبل النادي الأهلي والتدريبات اللي نادي اللي فتح أبوابه للنادي الأهلي خلينا نشيد لهذا الأمر اللي بيلقى استحسان أيضا من الشارع الإماراتي هنا الجميع كبن إسلامي وجودنا مع الكثير من الإماراتيين أو يعني بعض الجاليات الموجودة أيضا هنا سأم السعودية من تونس الجميع بيعي قيمة النادي الأهلي يعني نقول كلام اللي تقال لنا احنا بنفتخر ان النادي الأهلي هو نادي عربي بيمثل الكرة العربية وجود النادي الأهلي فيه الكرة الأفريقية بيضيف الكثير لكن احنا كعرب بنعتز جدا بقيمة ومكانة النادي الأهلي وكلنا نظرتنا دايما للنادي الأهلي هي نظرة الكبير الكرة العربية والكرة الأفريقية طبعا المحاضرة الفنية الميستر مارسل كولر النهاردة زي ما قلنا لحضراتك الكابن إسلام الميستر مارسل كولر كانت تفرج طبعا على مباراة الزمالك الأخيرة خاصة الأربع مباراة في الدور التمهيد لدور أبطال إفريقيا وأيضا لقائين أمام سيراميكا وسموحة وأيضا تفرج على آخر مواجهتين جمعوا ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك سواء مباراة الدوري المصري اللي كانت تنتاج بالتعادل بهدفين لكل فريق وأيضا مباراة كأس مصر اللي كانت تنتاج بفوز نادي الزمالك للوقوف على كافة الأمور والمواجهات طبعا مباراة أولى قيمة بالنسبة للميستر مارسل كولر طبعا التدريب النهاردة انطلق في تمام الساعة السادسة اللي هي الرابع بتوقيت القاهرة عارف أنت طبعا يا كابتن الإسلام هذه المباراة وتحضرها والإعداد النفسي اللي بيشتغل عليه ميستر مارسل كولر هي مباراة سهلة جدا شوية للمدرب في التحضير النفسي لأن اللعيبة بتبقى عارفة قيمة هذه المباراة بالنسبة لهم بالنسبة للجمهور بالنسبة للنادي اللي انت بتمثله فدي من الأمور المهمة جدا لكن خلينا نأكد على النواحي الانضباطية للتنظيم الأمور اللي بيقوم بها للنادي العين طبعا اختتم مارانو الميستر مارسل كولر بالتدريب على ركلات الترغيح الترجيح كل اللعبين بما فيهم حراس المرمة يعني ميستر مارسل كولر النهاردة محمد الشناو بيشوت ويسد دربات الجزاء على لطفي مصطفى شغير بحيث أن يكون كل اللعبين جاهزين لو لطر الأمر للوصول إلى ركلات الترجيح وده اللي احنا يعني نتمنى إن شاء الله أن المباراة لعبة النادي الأهلي يكون معنا توفيق ربنا ونحسي مزيء المباراة إن شاء الله خلال التسعين دي عايز أقول لك الحلال الفنية الحلال بدنية نتمنى يعني إن شاء الله تكون توفيق ربنا معنا يوم المباراة ويعني إن شاء الله لعبة النادي الأهلي تكون قادرة أنها تكون شخصية النادي الأهلي حضرة في أرض ملعب وجمهور النادي الأهلي اللي شايفينه النهاردة في كل مكان بيأزر النادي الأهلي تقد يكون كلمة السر في استاذ هزاع بن زايد بإذن الله يا رب إن شاء الله طمنا الأول على حالة الكابتن الخطيب يعني احنا الناس الحقيقة خلال الفترة السابقة كانت يعني بتسمع أخبار إن الكابتن الخطيب سافر فرنسا علشان يعمل تحليل وكذا وكذا طمنا يعني بشكل عام على حالة الكابتن يعني خلينا أقول لك كابتن إسلام الكابتن الخطيب بالفعل تواجد هنا في الإمارات كان يعني في زيارة لأفراد العائلة وأحفاده وتواجد مع بعثة النادي الأهلي في ملعب خليفة بن زايد ملعب نادي للعين رفع لروح المعناول للعبين ووجه رسالة للعبين طبعا لقاءاته مع المعالي الوزير العمري فرون إبرس مجلس الإدارة دكتور محمد شوقي رئيس للبعثة وأيضا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا مع اللعبين مع الجهاز الفني مستر مارسل كولر مستر الكابتن ساد عبد الحفيز تطمن على كافة أمور البعثة وإن شاء الله وجود الكابتن الخطيب طبعا قيمة كبيرة جدا لعبت النادي الأهلي وتبقى رسالة قوي جدا خلال الكابتن الخطيب هتوجه طبعا والعودة مرة تانية إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية والأمور الطبية الموضوع عليه من قبل الأطباء في فرنسا نتمنى له طبعا الشفاء والعودة سريعا كابتن الخطيب القيمة والقامة في الرياضة المصرية والعربية والأفريقية بإذن الله طيب طمنا بقى على الفريق بقى بشكل عام وإيه اللي حيحصل بكرة برضو يا فروح نحن دايما بناخد منك آخر أبديت بالليل علشان اللي حيحصل بكرة يعني خلينا أقول لحضراتك كابتن السلامة طمناك على حالة اللعبين إن شاء الله كل اللعبين إن شاء الله يكونوا جزيلا زي المباراة الجميع بيتصابق لناي الإشارة في أنه يكون موجود في هذه المباراة حسناك عارف أن تبقى عن دي المباراة اللي تبقى معلمة مع الجمهور بالنسبة اللعبين بيبقوا متلهفين مستنين هذه المباراة المباراة اللي يعني تقدر تقول بتقرب خطوات كتير جدا ما بين اللعبة الجداد اللي لسه سن أقول قمة بتبقى بالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك هي المباراة اللي بيقدم فيها أوراية اعتماده يعني الجماهير للنادي الأهلي إن شاء الله نتمنى اللعبة توفق في هذه المباراة بالنسبة لليوم غدا أنا كابتن السلام هيكون فيه الاجتماع الفني في تمام الساعة 11 ونصف صباحا ده طبعا بيتم من خلاله التأكيد على الأمور التنظيمية الخاصة بالفرقين وموعد وصول الفرقين لملعب هزاع بن زايد وأيضا تحديد إزاي اللي هيرتديه النادي الأهلي وأيضا إزاي اللي هيرتديه نادي الزمالك ثم في تمام الساعة الثانية والنصف المعيد اللي أنا أقول لها حضرتك دي يا كابتن اسلام هي المعيد بتوقيت أبو ظبي هيكون الساعة الثانية والنصف المؤتمر صحفي المستر مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الساعة الستة ونصف هيكون تدريب نادي الزمالك على ملعب هزاع بن زايد النادي الأهلي هيكون تدريبه في تمام الساعة الثامنة ويعني خلينا نقول لك أن النادي الزمالك هو اللي هيأدي تدريبه الأول على ملعب هزاع بن زايد ثم النادي الأهلي اللي هيأدي تدريبه في تمام الساعة الثامنة بإذن الله على ملعب هزاع بن زايد طمنك بطمن كل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله توفيق ربنا يكون معانا في هذه المباراة والعادة الناديه اللي ان شاء الله يكونوا قادرين على العودة للقاهرة بإذن الله حاملين كأس البطولة السوبر رقم 12 بإذن الله يا رب ان شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا زي ملنا فاروق صلاح من الإمارات زي ما حضراتكم شايفين الكل على قدم وساقل كل ينتظر مباراة يوم الجمعة القادمة